بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي و طالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من مقررنا أحياء اثنين اثنين لعلنا في درسنا الثاني قد انتهينا من دراسة بناء العظم والتعرف على أنواع المفاصل ذكرنا أنه عندما يتعرض الإنسان للكسر لابد أن نستذكر أن هناك خلايا عظم بانية وهناك خلايا عظم هادمة فعندما يتعرض الإنسان للكسر مباشرة الدماغ يرسل إشارات يعطي تنبيه لهذا الكسر من خلال إرسال مواد كيميائية أسميناها العندروفينات هذه المواد الكيميائية هي عبارة عن مسكنات ألم يحل خثر الدم ما بين الكسر هنا ثم يتكون هذا الكالس ولكن هذا الكالس ذكرنا أنه ضعيف خفيف لا يستطيع حل أو التئام العظم لوحده وليت هذا الكسر ليلتأم هذا الكسر بشكل صحيح ثم تبدأ الخلايا البانية بتكوين الجزء ويلتأم العظم انتقلنا بعد ذلك مثل ما يظهر معنا على الشاشة وتعرفنا على أنواع المفاصل وذكرنا لدينا خمسة أنواع من المفاصل هذه المفاصل تربط ما بين عظمين تختلف بحسب العظام المرتبطة بينها يظهر معنا في النوع الأول المفاصل الكروية ذكرنا أن هذه المفاصل لها حركة مختلفة تتواجد في عظمة الكتف كالورك عفوا في عظمة الحوض كالورك وكذلك في عظمة الكتف أيضا المفصل الرزي أو كنوع ثاني من أنواع المفاصل يتواجد في الركبة وفي المرفق كذلك مفاصل مدارية وفي المرفق ذكرنا أن هناك حركتان نستطيع هنا نصنفها ضمن المفاصل الرزية ولكن عندما نتكلم عن الحركة ليكون بها هذه الكعبرة نسميها حركة مدارية نسميها الحركة المدارية في المفاصل المنزلقة ظهر معنا الرسغ والكاحل والفقرات وفي المفاصل المختلفة المفاصل الغير متحركة المفاصل الدرزية التي تواجدت في الجمجمة ولكننا علقنا وأكدنا بأن هذه المفاصل كانت متحركة في المراحل الجنينية المبكرة ولكن بعد الولادة بثلاثة أشهر هذه العظام تلتحم وتصبح غير متحركة اليوم بإذن الله تعالى نستكمل دراسة الجهاز الهيكلي من خلال دراسة وظائف هذا الجهاز نستذكر سويا ونسترجع الفكرة الرئيسة لهذا الدرس ذكرنا بأنه لقد وهب الله تعالى للإنسان الهيكل العظمي لكي يكسب الجسم شكله ويوفر له الدعامة ويحمي الأعضاء الداخلية ومنها القلب والرئتان والدماء واستعرضنا سويا مجموعة الأهداف التي نطمح لتحقيقها اليوم بإذن الله سوف نركز على الهدف الثالث بأن تلخص وتلخصي وظائف الجهاز الهيكلي عندما نتكلم عن وظائف الجهاز الهيكلي على دين مجموعة من الدعامة أو الدعامة هذه الدعامة الساقين والحوض والعامود الفقري جميعها تدعم الجسم جميعها تعمل على دعامة الجسم تقدم الدعامة لهذا الجسم ذكرنا من أهم الأشياء يهو إعطاء الشكل هذه الأجزاء هي أجزاء يقف عليها جسم الإنسان إذن الساقين والحوض والعامود الفقري هي أمثلة أو تمثلة الهيكالعظمي عندما نتكلم عن دوره كداعم لجسم الإنسان أيضا عظام الفق تدعم الأسنان كذلك العظام التي تدعم العضلات عندما نتكلم عن هذا الجهاز العضلي الحركي هذه العضلات هي بحاجة للعظام لترتبط بها لتستطيع الحركة تساعدها في عملية التحرك ولعلنا نستذكر أهم المعلومات في درسنا الماضي عندما اتفقنا أن الذي يربط عظم مع بعض عفوا عظم مع عظم نسميه رباط بينما الذي يربط عضله مع عظم نسميه وتر فالعظام ترتبط مع العضلات عبر الأوتار كذلك من أهم الوظائف التي يقدمها الجهاز الهيكلي وهي الحماية هذا الجهاز يقدم حماية عبر الجمجمة التي تحمي الدماغ العامود الفقري الذي يحمي النخاع الشوكي كذلك يحمي القفص الصدري القلب والرئتين وأعضاء أخرى أيضا تحمي طبقات العظام الخارجية النخاع العظمي الموجود داخل العظام إذن عندما نتكلم عن دور الحماية لعلها أبرز الأدوار التي يظهرها لنا الجهاز الهيكلي عندما نتكلم عن الجمجمة التي تحيط تغطي هذا الدماغ تعمل على حماية الدماغ عندما نتكلم عن الأضلاع هذه العظام القفص الصدري تحمي القلب تحمي الرئتين بداخلها أيضا عندما نتكلم ونحن نستعرض أنواع العظام ذكرنا بأنه لدينا عظم كثيف وعظم إسفنجي العظام الكثيفة تحيط بالعظم إسفنجي لتعطيها الدعامة لتعطيها الصلابة كذلك هي تدعم نخاع العظم نخاع العظم مصدر إطلاق رأيات الدم الحمراء والبيضاء والصفايح الدموية أضل الجزء المهم داخل جسم الإنسان وبحاجة للحماية أيضا من أهم الأدوار ولعلنا علقنا عليها ربطناها في شريحتنا السابقة عندما تكلمنا عن تكوين خلايا الدم فالنخاع الأحمر يعمل على تكوين خلايا الدم الحمراء والبيضاء كذلك الصفايح الدموية فمركز إنتاج هذه الخلايا وداخل النخاع الأحمر أيضا تؤدي الصفايح الدموية دورا مهما في تخثر الدم فتتكون خلال الدم الأحمر بمعدل أكثر من مليوني خلية في الثانية الواحدة ويكون النخاع العظم عادة من النوع الأحمر حتى يبلغ الإنسان السابع من العمر ثم يحل نسيج دهني محل جزء من النخاع مما يكسب النخاع لون أصفر ولهذا سمي النخاع الأصفر ذكرنا واستعرضنا ونحن في درسنا الأول عندما ذكرنا أن هناك نخاع عظمي أحمر وهناك نخاع عظمي أصفر النخاع العظمي الأحمر الذي كان يعمل على إنتاج الدم النخاع الأصفر الذي كان يعمل على تخزين المواد في التخزين هنا تشكل العظام مخزن لتجمعات الأملاح مثل الكاليسيوم والفسفور فعندما ينخفض مستوى الكاليسيوم في الدم يطلق العظم الكاليسيوم في الدم إذن الأجسام أو المخلوقات الحية بشكل عام عندما نتكلم عنها هذه المخلوقات دائما تتميز بوجود خاصية من خصائص الحياة ألا وهي الاتزان الداخلي أي خلل في أجسام المخلوقات الخية تسعى هذه الأجسام مباشرة تسعى هذه المخلوقات مباشرة لإعادة الأجسام إلى الحالة الطبيعية ناقلها من الحالة المرضية إلى الحالة الطبيعية لعل أبرز الأمثل التي نعطيها لهذه الجزئية عندما نتكلم عن مستوى الكاليسيوم فعندما ينخفض مستوى الكاليسيوم في الدم مباشرة تبادل العظام بإرسالها إلى الدم وعندما تزداد نسبة الكاليسيوم في الدم يقوم العظم بامتصاص هذا الكاليسيوم ومثل ما يظهر معنا هنا على الشاشة عندما ينخفض مستوى الكاليسيوم في الدم يطلق العظم الكاليسيوم في الدم وإذا ارتفع مستوى الكاليسيوم في الدم يخزن النسيج العظمي ما يزيد منه عن حاجة جسم الإنسان وبهذا يحافظ العظم على الاتزان الداخلي للكاليسيوم أيضا من وظائف الجهاز الهيكلي وهي الحركة تسمح العظام التي تصل بها العضلات بحركة الجسم ولعلنا أبرزنا ذلك وذكرنا أن العظام ترتبط مع العضلات بالأوتار عندما تسحب العضلات عظم الذراع أو الساق تسبب حركتيهما كما تساعد العضلات المرتبطة مع الأضلع على حدوث الحركات التنفسية والشهيق والزفير بصورة طبيعية هنا في هذه الجزئية ويحاول يعطينا أمثلة في العظام الموجودة في عظمة الذراعين أو في الساقين يتعمل مع العظام على الحركة كذلك في القفص الصدري هذه العظام مع ارتباطها مع العضلات الموجودة هنا تعمل في تحريك هذا القفص الصدري لتتم عملية الشهيق والزفير في الجزء الثاني في القسم الثاني من درسنا اليوم سوف نتكلم عن أمراض الجهاز الهيكلي تعرفنا على تركيب الجهاز الهيكلي تعرفنا على أنواع العظم في الجهاز الهيكلي على أنواع النخاع تعرفنا على أنواع المفاصل تكلمنا عن أدوار وظائف الجهاز الهيكلي أتى الدور لنعرف ما هي الأمراض التي من الممكن أن تصيب هذا الجهاز الهيكلي يظهر معنا في أولى الأمراض التهاب العظام نهاية العظام في المفاصل المتحركة ومنها الركبة مغطاة بغضروف يعمل عمل وسادة تسمح بحركة المفصل بسهولة إذن العظام في الركبة هنا يوجد غضروف هذا الغضروف قد يتعرض لالتهاب تصبح حركة هذا المنطقة أو عند تحريك هذه المنطقة تتسبب بالألم لهذا المريض نسمي هذا الجزئية الالتهاب العظام هي عبارة عن تآكل في هذا الغضروف هذا الغضروف بحكمة الله سبحانه وتعالى تواجد بين العظمين ليقلل الاحتكاك ما بين العظمين هناك عظم متصل مع عظم آخر الزند مع الكعبرة هنا عظمة الفاخر مع عظمة الساد حتى نمنع حتى نقلل من الاحتكاك الله سبحانه وتعالى أوجد هذا الغضروف ولكن عندما يتآكل هذا الغضروف قد يحتك العظم مع العظم الآخر فهنا تتسبب التهابات نسمي ذلك التهاب المفاصل فالتهاب العظام حالة مؤلمة تصيب المفاصل وينتج عنها تآكل الغضاريف وتزداد إمكانية الإصابة مع تقدم العمر ويصبح الشاب معرضا للإصابة بالتهاب العظم إذا أصيب بضرر ما في المفصل في مرحلة البلوغ ونحن كأننا نتكلم عن العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة فعندما نتكلم عن الفئات العمرية الأشخاص كبار السن هم عرضة للخطر أكثر من الشباب ولكن الشباب عندما يصلون سن البلوغ ويتعرضون لإصابة في هذه المفاصل قد يتعرضون لالتهاب العظام في الأمراض الثانية أو في المرض الثاني التهاب المفاصل الروماتيزمي هذا الالتهاب مختلف هو التهاب في المفصل ولكن هذا الالتهاب لم يكن ناتج عن تآكل في هذا الغضروف ولكن الغضروف يبدأ يضعف لا يصبح قوي لا يكون صلب بصلابة الغضاريف الطبيعية لذلك نسمي هذه العملية التهاب مفاصل الروماتيزيوم نسميها بشكل أعام أو كاسم شائع لدى الناس هذا الالتهاب لم يكن ناتج عن الاحتكاك هذا الالتهاب نتيجة ضعف في هذا الغضروف هذه العملية قد تؤدي إلى التواء تحرك أو تشوه في الأصابع أو في المفاصل فالتهاب المفاصل الروماتيزمي شكل آخر من الالتهاب يصيب المفاصل ولا ينتج هذا الالتهاب عن تآكل الغضاريف فهما لم ينتج عن التهاب الغضاريف ولكن تلتهب المفاصل وتفقد قوتها ووظيفتها وتسبب آلما كثيرة فتبدو الأصابع مشوهة هنا نظهر في هذه الصورة أحد المرضى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين هذا مثال على التهاب المفاصل الروماتيزيوم مثل ما ذكرنا لم يكن ناتج عن التآكل وإنما هو ضعف في هذا الغضاريف أيضا من ضمن الأمراض الذي يصيب الجهاز الهيكلي مرض يسمى الالتهاب الكيسي هناك كئيس مليء بسائل في مفاصل الكتف والركبة تؤدي هذه الأكياس لتقليل احتكاك وتعمل عمل وسادة بين العظام والأوتار إذن مع وجود هذه الغضاريف هناك أكياس تواجد في العظام مثل عظمة الكتف أو في المفاصل في عظمة الكتف وعظمة الركبة هذه الأكياس مليئة دورها هي بمثابة وسادة ما بين العظام لتقلل من الاحتكاك لتحد من عملية الاحتكاك ولكن هذا السائل قد ينقص لذلك ينتج هذا الالتهاب فهناك مثل ما يظهر معنا كيس مليء بسائل في مفاصل الكتف والركبة وتؤدي هذه الأكياس إلى تقليل الاحتكاك وتعمل عمل الوسادة بين العظام والأوتار الالتهاب الذي يصيب هذه الأكياس يقلل حركة المفصل مسببا ألما وانتفاخا وربما سمعت عن التهاب مرفق لاعبي التنس الذي ينتج عن التهاب هذه الأكياس ومن أهم الخطوات العلاجية لهذه المفاصل هي التعرض للراحة عدم الإجهاد عدم ممارسة الرياضة إذن الراحة هي أحد أهم الأسباب التي تؤدي للشفاء بعد الله سبحانه وتعالى هشاشة العظام كذلك من ضمن الأمراض التي تصيب الجهاز الهيكلي مثل ما يظهر معنا هشاشة العظام من الأمراض واسعة الانتشار في المنطقة العربية لها عدة مسميات تسميها هشاشة العظام داء الماسية تركق العظام وهن العظام كل هذه المسميات لمرض واحد ولعلنا في درسنا الثاني قد اتفقنا سويا بأن هشاشة العظام تكون ناتجة عن نقص في عنصر الكاليسيوم العظام مليئ بالكاليسيوم بالفسفور هذه المركبات ضرورية لبناء هذه العظام عندما تنقص هذه المواد الكيميائية أو هذه الأملح تتسبب في عملية هشاشة العظام ومثل ما يظهر معنا لعل تعدد المسميات يدل أن هذا المرض منتشر عربيا فلكل منطقة تسميتها لهذا المرض سواء وهن العظام تركق العظام مرض الماسية هشاشة العظام كما هو معروف طبيا ومثل ما ذكرنا ونؤكد اليوم أن السبب هو نقص عنصر الكاليسيوم وهي حالة ضعف أو نقص في كثافة العظام والتي تؤدي إلى هشاشتها وسهولة كسرها وتحتوي العظام على معادن مثل الكاليسيوم والفسفور والتي تساعد على بقاء العظام كثيفة وقوية أيضا من أبرز الأمراض التي تعرض لها الجهاز الهيكلي وهي التواء المفصل يسبب التواء المفصل ضررا أو تلفا للأربطة التي تربط المفاصل معا ويحدث هذا الأمر عندما تلتوي المفاصل بشدة أو تمتد مما يؤدي إلى انتفاخ في المفصل يصاحب ألم فمثل ما ذكرنا الأربطة هي من يربط ما بين العظم والعظم عندما يتعرض هذا المفصل لالتواء شديد قد يتسبب خلل في هذه الأربطة فيؤدي إلى التهاب سميناه التواء المفصل في الشقة الثالث من درسنا اليوم لدينا تجربة واحد واحد في التجربة بعنوان فحص ارتباط العظام يتساءل في التجربة كيف تلتصق العظام بالعظلات والعظام الأخرى تربط الأوتار العظلات بالعظام مثل ما تعلمنا كما تربط الأربطة العظام بعضها ببعض ستتفحص هذه الأربطة مستخدمة جناح الدجاجة المنزوع على الجل لعلنا في التجربة الاستهلالية التي ظهرت في الكتاب كان يطلب مننا أخذ جناح دجاجة ووضعه في كيس ثم تحسس هذا الجناح ليتعرف على تركيبه هنا بطريقة مختلفة يطلب مننا أخذ جناح لدجاجة والقيام بنزع الجل بنزع اللحم لكي نتعرف على تركيب العظام بشكل أكبر لتتضح معنى الغواريفة التي تواجد بين العظام لتتضح معنى الأربطة التي ربطت بين عظم وعظم كذلك الأوتار التي كانت تربط ما بين هذه العضلات هنا لا نستطيع إجراء التجربة التجربة قد تحتاج وقت طويل لذلك سوف نظهر نتائج لتجربة سابقة هنا رسم تشريحي لجناح الدجاجة مثل ما طلب مننا في التجربة يطلب مننا بعد نزع الجلد واللحم عن هذا الجناح نقوم برسم تشريحي لهذا العظم تستطيع أنت وأنت مع معلمك ومعلمتك داخل المختبر بإجراء هذه التجربة في تحليل البيانات وتفسيرها يتساءل قارن قارني كيف يختلف رسم الجناح الذي أعددت في التجربة الاستهلالية عنه في هذه التجربة ذكرنا في التجربة الاستهلالية لم نقم بنزع الجلد لم نقم بنزع اللحم بدأت أنت ترسم هذا الجزء بشكله الواضح أمامك لم تكن تجاويف العظام هذه المفاصل تتضح بشكل جليء مثل ما هو بعد إجراء التجربة بعد أن نزعنا اللحم والجلد لذلك أكيد أن هناك فارق كبير ما بين الرسمة في المرة الأولى والرسمة في المرة الأقلة بعد إجراء التجربة في هذه التجربة بالتأكيد هناك العديد من العظام التي يجب دراستها كما يوجد أشريطها سميكة ذات دور فعال في حركة العظام والعضلات بمعنى أنه عندما قمنا بالتشريح سوف نشاهد الأربطة التي رابطت بين العظام كذلك سوف نشاهد المفصل الذي يتواجد داخل هذا الجناح في التفكير الناقد يسأل ما لون نهاية العظام في المفصل المتحرك وما المادة التي تكون منها هذا اللون إذن هو بالتحديد يتساءل عن المفصل الموجود بين العظمين في جناح الدجاجة في التساءل الأول يسأل ما هو اللون الذي يحتويه الأمر الآخر هو يسأل عن المادة التي تكون هذا المفصل نحن تعلمنا واتفقنا سويا بأن المادة التي تتواجد هي عبارة عن غضاريف تربط العظام بعضها ببعض ومثل ما تعرفنا وأنتم قد تكونون شاهدتم أيضا أن لون الغضاريف يكون أبيض فلونها أبيض وهو ما يسمى بالغضروف في الاستنتاج نستنتج بعد إجراءة التجربة ومقارنتها مع التجربة الاستهلالية بأن الأربطة أشرطة سميكة تربط بين عظم وعظم آخر أما الأوتار هي أشرطة تربط العظام بالعضلات في نهاية درسنا ونهاية دراستنا للجهاز الهيكلي لدينا مناقشة بسيطة في سؤالنا الأول نتسأل التهاب يصيب المفاصل ويفقدها قوتها نحن تعلمنا قبل قليل ممكن في آخر جزئية تعرفنا عليها وهو موضوع الأمراض التي تصيب الجهاز الهيكلي تقريبا حوالي خمسة أمراض ظهرت معنا هنا يسأل يعطينا وصف للمرض التهاب يصيب المفاصل ويفقدها قوتها ظهر معنا أكثر من التهاب للمفصل لابد أن يكون لدينا تفركة لابد أن يكون لدينا معاينة معرفة آثار كل مرض سبب كل مرض لنستطيع أن نعطي تشخيص صحيح لهذا المرض هنا يظهر معنا التهاب العظام التهاب كيسي أم التواء المفصل أم هشاشة عظام بالتأكيد مثل ما تعلمنا واتفقنا هو التهاب كيسي عند فحص دم شخص تبين ارتفاع مستوى الكاليسيوم في جسمه فإن هذه الزيادة تخزن في أنسجة إذا ذكرنا أن الكاليسيوم عندما تزداد نسبته في الدم تخزنها العظام وعندما تقل نسبة هذا الكاليسيوم داخل هذا الدم مباشرة يقوم النخاع على طول بإخراج هذا العفو النخاع الأصفر الذي قام بتخزين هذه المواد بإخراج هذا الكاليسيوم إلى الدم وهنا أحد الأشخاص تم فحص دمه ووجدوا أن الكاليسيوم مرتفع لدى هذا الشخص إذن هذه الزيادة تخزن في أي أنسجة داخل الجسم مثل ما تعلمنا وذكرنا هل تخزن في الكبد أم تخزن في العضلات في العظام في الغضاري مثل ما تعلمنا وأكدنا سويا سوف تخزن في العظام بهذا السؤال قد انتهينا من درس اليوم ودراسة الجهاز الهيكلي رجعي لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر